بسم الله الرحمن الرحيم يا أهلا وسهلا أهلا بكم في الفيديو رقم 2 من سلسلة البيوستاتيستيكس 101 في الفيديو ده هنتكلم عن الـ Data Types مهم جدا أن احنا نعرف أنواع الـ Data اللي احنا بنتعامل معها علشان نتعامل معها بشكل صحيح لو أنت متفرجتش على المقدمة أو الحلقة الأولى مهم جدا تفرج عليها علشان تتابع السلسلة بشكل صحيح هنسيب لكم اللينك بتاع الحلقة الأولى في الـ Description ويلا بينا طيب الـ Data Types أو أنواع الـ Data اللي احنا بنشوفها إما أنه تكون Categorical يعني كلمة Categorical دي جاي من كلمة Categories أو حاجة بيسموها باللغة العربية حاجة وصفية يعني من الآخر كده خلينا نقول اسم يعني الاسم مثلا حاجة وصفية حاجة بتكتب بحروف إنما الـ Neomerical يعني حاجة رقمية ودي حاجة بتكتب بأرقام في نوع تالت اسمه Time to Event فعلى سبيل المثال هقول لكم مثال بسيط هنا مثلا Time to Death الـ Event ده اللي هو الحدث اللي هو الوفاء على سبيل المثال فالـ Time to Death يعني أخذ وقت قديه حتى يتوفى مثلا هنا 10 شهور 20 شهر دي نوع من أنواع الـ Data هنتكلم عنها قدام في المستقبل واسمه Time to Event ولكن اللي يهمنا حاليا حاجة اسمها Categorical Data وNumerical Data تحت Categorical Data وNumerical Data مصنفات كتير جدا ولكن احنا بنهدف له تبسيط الـ Biostatistics فهنا أقول كم مثال هنا بس عن الـ Categorical Data وكم مثال على الـ Numerical Data الـ Categorical Data مثلا على سبيل المثال لون العين الـ Eye Color أما يكون Green أو Blue أو Brown فهنا لو أخذنا بالنا هنلاقي إن هي حروف مفيش أي أرقام في الموضوع الـ Categorical Data دي ساعد بيسموها nominal data جاي من كلمة name ساعد بيسموها string لو أنت بتستخدم ضغط يعني برمجة مثال ثاني مثلا الحالة الاجتماعية إما أن يكون شخص مرد إما أن هو يكون single أو divorced فدي ما فيهاش أي أرقام زي ما احنا شايفين النوع الثاني من الـ Data اللي هو Numerical Data يعني فيه أرقام فعلى سبيل المثال الـ Age العمر أنت عمرك 25 سنة عمرك 45 سنة عمرك 67 سنة وبالتالي دي اسمها Numerical Data أو على سبيل المثال الـ Income أو الدخل بتاعك في حد الدخل بتاعه مثلا 7000 دولار في حد الدخل بتاعه 16830 فدي رقم عامة أنا معرفش يعني بغض النظر عن الدخل ولكن اللي أصده أنه هنا فيه رقم معين مكتوب على عكس الـ Categorical Data عبارة عن أسماء فعلى سبيل المثال دي في الوجهة بتاعه جاموفي وهنكلم عن جاموفي بكل التفاصيل في الفيديو الرابع من السلسلة إن شاء الله على سبيل المثال هنا الـ Eye Color أنا ليه حطيت الصورة دي علشان أوضح لك أنه هو هنا بيسألك أصلاً إيه نوع الـ Data اللي أنت هتشتغل عليها دي يعني كلمة Variable علشان هنشوف الكلمة دي كتير Variable دي مثلاً زي الـ Age زي الـ Eye Color زي مثلاً الـ Income دي كلها اسمها Data Variables Variables زي ما احنا شايفين هنا فهو هنا بيسألك اسم الـ Variable ده إيه وبيسألك نوع الـ Variable ده فحنا حطينا الـ Slide دي علشان أوضح لك أنك لازم تعرف البرنامج نوع الـ Variable بتاعك على سبيل المثال الـ Age هنا هو هنا احنا اخترنا الـ Variable اسمه Continuous لأنه هو رقمي وتلاقي أنه هو علامة شريط القياس موجودة هنا وده دليل كده أو ده حاجة بتديك Indicator إن دي حاجة رقمية فمهم إن احنا نعرف نوع الـ Data علشان احنا بنعرف البرنامج إن الـ Data دي على سبيل المثال هل دي داتا رقمية ولا هل دي داتا وصفية لأنه برضو البرنامج مش بيحدد يعني على سبيل المثال لو احنا سألنا احنا عملنا للـ Patients ID الـ Patients ID بتاع 1 2 3 4 5 فالـ ID ده هنا بالرغم إنه هو رقم ولكن إنه بيوصف المريض وبالتالي الـ ID ده في الحالة دي Data وصفية وليست Data رقمية فلازم إن احنا نفهم أصلا الـ Concept ذات نفسه علشان إن احنا نعرفه للبرنامج علشان البرنامج يقدر يتعامل معايا بشكل صحيح الناس بقى هتبدأ تسأل أقدر أجيب داتا من فين أنا سبتلكم في الـ Presentation هنا 2 websites فيه ويبسايت اسمه Data World وفيه ويبسايت اسمه Kaggle طول أشهر ويبسايت تقدر تنزل من عليهم الـ Data Sets وخليني أوريكم إزاي بتفتح كده Data World وبتعمل عليه Account أو برضو بتفتح Kaggle وبتعمل عليه Account بتلاقي هنا بكل بساطة الـ Data على سبيل مثال لو كتبنا هنا في البحث Cancer فهتلاقي إن هو فيه Data Set زي اللي احنا شايفينها قدامنا دي ده مثلا شكل Data هي جداول أول الـ Data بيكون بالشكل ده احنا نقدر نحنا ننزل الـ Data دي كده ونعمل لها Download وDownload One File طيب نزلنا الـ Data وفتحناها ببرنامج الـ Excel ده يعني كتوضيح بس ولكن زي ما احنا شفنا الـ Data بتبقى حاجة كبيرة كده يعني هو البيانات والـ Patients بيبوا عدد كبير وبالتالي لازم تتعلم ازاي تتعامل مع الـ Data ذات نفسها ولكن احنا لو عملنا زوم كده بحيث إن احنا نشوف الحاجات اللي هنا هنا مثلا الـ ID فالـ ID ده من وجهة نظركم Data تكون نوعها ايه زي ما احنا قلنا ان الـ ID ده هتبقى Data Categorical أو Data وصفية لان الارقام دي ملاش اي علاقة بحاجة يعني هو الرقم الشخص الرقم بتاعه 8452517 هو بالرقم ان هو ده رقم ولكن ده وصف للشخص ذات نفسه وبالتالي حاجة دي بالرقم ان هي حاجة رقمية إنما هي وصف للشخص ذات نفسه فاحنا لو ضفنا واخترنا ان الـ Data دي هتبقى ايه هنقول ان الـ Data دي Categorical Data هنجي نبص على الـ Diagnosis لو احنا اخترنا الـ Diagnosis هل ينفع ان الـ Diagnosis دي يكون Data لقمية؟ فالإجابة هي لا التشخيص بتاع الشخص ده M او مثلا B انا معرفش ايه هو الـ M او ايه هو الـ B في الـ Data هنا ولكن برضو النوع ده من الـ Data اسمه Categorical او Data وصفية هنجي ندخل على العنصر اللي بعده هنلاقي حاجة اسمها radius mean او متوسط القطر بتاع تقريبا الـ Tumor او المرض ده هتلاقي ان هنا ارقام زي ما احنا شايفين الارقام بالشكل ده وبالتالي الـ Data دي نيوميركل فاحنا لو هنعرفها للبرنامج هنعرفه ان الـ Data دي نيوميركل فلازم تبدأ انك تحدد كل نوع من انواع الـ Data زي ما احنا شايفين كده لازم تتعرف الـ Data دي عبارة عن ايه؟ الـ Data دي هتبقى Categorical الـ Data دي نيوميركل ممكن اغلب الـ Data دي هنا نيوميركل ولكن ده برضو بيكون احتمال كبير جدا بيبقى اغلب الـ Data نيوميركل اول بس حاجات الـ Identifiers بتكون براه بشكل كبير بتكون هي الـ Categorical والباقي كله نيوميركل فده شكل الـ Data تقدر تنزل اي Data Set انت محتاجها من على الـ Website ده او من على الكاجل وفيه حاجات كمان Competitions وفيه Learning موجودين على الـ Website ده فديه حاجات معروفة ومشورة تقدر تستخدمها في انك تتعلم ان ازاي تنزل Data Sets وازاي تتعامل معاهم وكده نكون وصلنا لهات الفيديو نشوفكم في فيديو تاني سلام عليكم اشتركوا في القناة